بسم الله الرحمن الرحيم واوي ميت 20x 5G هذا الجوال يعتبر من أول الجوالات لدعم التقنية 5G واليوم راح أقول لكم بتجربتي معه ما هي الميزات وما هي العيوب اللي واجهتني أثناء استخدام الجوال أول شي راح تلاحظه في الجوال واللي راح يخليك تندهش هو حجم الجوال أملاق جدا مقارنة بالجوالات الثانية أول ما شفته كنت أظنه جهاز من نوع تابلت ولكن بعدها تعرفت عليه لذلك أنصحك قبل ما تشتريه تروح تشوفه وتجربه لأن الحجم ممكن ما يعجبك جوال واوي ميت 20x 5G يأتي بتصميم جميل خصوصا مع اللون الأخضر الزمردين من الأشياء اللي عجبتني في تصميم الجوال هي المربعات اللي في الخلف راح تخليك تحس أن الجهاز ثابت في يدك وأيضا راح تقلل من ظهور البصمات يوجد في الجوال من الأمام شاشة كاملة بحجم 7.2 إنش من نوع علد بدقة Full HD Plus تدعم أكثر من 16 مليون لون الشاشة تعتبر من أفضل الشاشات اللي جربتها واستمتعت معها سواء من حيث الحجم وعدم وجود إنحناء في الشاشة وفي على الشاشة يوجد كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2 ويوجد في الجهاز من الخلف كاميرا بثلاثة عدسات الأولى بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 والثالثة بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2.4 ويوجد تحت الكاميرا بصمة الأصبع أجريت لها بعض الاختبارات وكانت سرعتها ممتازة ويوجد تحت بصمة الأصبع شعار 5G وشعار واوين ويوجد في الجهاز من الطرف الأيمن زر رفع وخفض الصوت وزر الطاقة وفي الطرف الأيسر يوجد فيه منفذ الشريحة الجهاز يدعم شريحة اتصال وتقدر تستبدل الشريحة الثانية بسعة تخزين خارجية من نوع نانو ميموري ومن الأسفل يوجد في الجوال منفذ الشاحن من نوع USB Type-C وبجانبه يوجد السماعة الجهاز يدعم سماعتين سماعة في الأسفل وسماعة في الرأس لاحظت أن الصوت اللي في سماعة الرأس أضعف من الصوت السماعة اللي في الأسفل وبالنسبة للمواصفات الداخلية للجوال فهو يأتي بمعالج كيرين 980 مع رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 156 جيجابايت وبالنسبة لبطارية الجوال فهي بسعة 4200 ميلي أمبير وحسب تجربتي للبطارية استمرت معي 10 ساعات مع الاستخدام المتوسط كنت أتمنى لو كانت بطارية الجوال بحجم أكبر بما أن شاشة الجوال كبيرة وتحتاج إلى الكثير من الطاقة وبالنسبة للشاحن فهو من نوع سوبرت شارج يدعم الشاحن بقوة 40 واط وحسب تجربتين يقدر يشحن الجهاز من صفر إلى 100 في 75 دقيقة تقريبا هذه المواصفات مع الشاشة بحجم كبير جعلت الجهاز يقدم لك أداء ممتاز جدا سواء في الألعاب أو مشاهدة الأفلام راح يقدم لك الجوال تجربة ممتعة الجهاز للأسف ما يدعم ميزة الشاحن اللاسلكين ولكن الجهاز يدعم ميزة NFC وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة تجربتي مع جوال واوي ميت 20X 5G لا تنسى تشارك الفيديو لأصدقائك ولا تنسى تضغط على زر الإعجاب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر